بدأت سورة النجم بالقسم نعم نستطيع أن نلحظ القسم بواو هذه الواو تسمى واو القسم واو القسم نعم نعم يوم عندما نقول والله نعم وبالله وتالله كذلك الباء من حروف القسم وهنا استخدمت الواو نعم الباء كذلك من حروف القسم كما قلت الباء والتاء حروف القسم في اللغة العربية ثلاث حروف واو والباء والتاء نعم بالله والله وتالله هنا في السورة الكريمة أقسم الله سبحانه وتعالى بماذا بالواو بالنجم نعم واو أداة القسم نعم والنجم هو الذي أقسم الله به هذا الابتداء ابتداء الصورة و كذلك في صورة أخرى أقسم الله سبحانه وتعالى بالشمس نعم القسم بأمر مهم أو القسم بمثلا مخلوقات الله سبحانه وتعالى يقسم في بعض الأحيان يدل على شيء في مخلوقاته نعم فهذا يدل على عظام عظام المقسم هذا المخلوق و إشارة إلى ماذا إلى ماذا إلى بديع الصنع الله سبحانه وتعالى في العوالم العليا يعني في الكون سبحانه وتعالى و إذن يدلك على عظم هذا المخلوق الذي خلق الله سبحانه وتعالى و كذلك إشارة إلى بديع صنع الله سبحانه وتعالى في العوالم العليا و كأن الله سبحانه وتعالى هنا يتباهى و يرينا قدرته و قوة في خلق هذا المذكور هي صورة مكية نعم من أوجه مناسبة أو مقاصدها مع ابتدائها بالقسم نعم يقال كما يعني ذكر المفسرون أن حال محمد صلى الله عليه و سلم في ظهور أمره و اشتهاره كالنجم نعم و كذلك و مشهور من قبل أن يبعي صحيح كما أن ما جاء به النبي صلى الله عليه و سلم و الأنبياء من الكتب و الهدايات نعم كحال النجوم يهتدي بها الإنسان إلى دروب الحياة سبحان الله أينها سبحان الله شفت النجم نعم و خاصة في لزمنا الغابرة لزمنا القديمة نعم كان هو دليلهم يهتدون به إلى الطريق الصحيح أو طريق المقصود كذلك حال الأنبياء و ما جاء به من الكتب و الهدايات يهتدي بها الإنسان إلى الدروب الصحيحة سبحان الله أكدت الصورة في هذه الصورة نعم على معاني جميلة نعم أولا صدق النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمى الصادق الأمين نعم وجاءت هذه السورة و آيات هذه السورة الكريمة تؤكد على صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم و إثبات أن ما جاء به من القرآن نعم من الله سبحانه وتعالى و إثبات معجزة الإسراء و المعراج بدأت الصورة نعم و النجم إذا هو إذا هو أقسم بجنس النجوم جميل ما ظل صاحبكم صاحبكم و ما ظل صاحبكم من هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ما عدل محمد نعم عن الطريق الصحيح الخطاب لمن كان الخطاب لقريش لقريش و ما غوى يعني ما اعتقد باطلا نعم اعتقد محمد ليس باطلا هنا بعد ذلك يقول و ما ينطق عن الهوى و ما ينطق عن الهوى و ما ينطق عن الهوى هنا لو تحدثنا إلا وحي يوحى نعم و ما يصدر نطقه بالقرآن عن الهوى نعم إن هو إلا وحي يوحى من الله سبحانه وتعالى من طريق جبريل عليه السلام جبريل علمه شديد القوة من هو شديد القوة جبريل جبريل عفوا نعم هو جبريل نعم أن الله سبحانه وتعالى الذي علم جبريل هو مرة فاستوى من هو جبريل شعر المرة ماذا تعني حصافة دو حصافة نعم و قوة إدرار يعني جبريل نعم ذو حصافة في عقله و ريه فاستوى فاستقام في صورته جبريل الحقيقية وهو بالأفق الأعلى الأعلى